مبسوط كثير أنه عم بعمل معه غنية ورح تكون إن شاء الله أول غنية رح تنزل بالألبوم هدا أول ألبوم عربي لإليه ورح يكون باللهجة المصرية وبداياتي كانت من مصر أصلاً أنا ما بحياتي كنت عاوز أسيب مصر ويسام هلال سوري موجود في مصر حالياً لتسجيل ألبوم المصري الأول أكيد هدا أول ألبوم عربي لإليه ورح يكون باللهجة المصرية موسيقى بوب يونج فراش أنا كثير مبسوط صراحة بالألبوم ومبسوط أنه أول ألبوم بالعربي رح يكون باللهجة المصرية مصر أم الدنيا ومصر بلد الفن ومصر روح الفن بالقاهرة هو شيء أنا ما معرفش أوصفه صراحة الطاقة الفنية الموجودة هنا الكتاب الملحنين الموزعين يعني الإلهام الفني بمصر عالي جداً وأنا بحب اللهجة المصرية وبداياتي كانت من مصر أصلاً كان شعور جميل ومش جميل أنا ما بحياتي كنت عاوز أسيب مصر بس بفترة معينة ما كان عندي فيزة في مصر فكان لازم أروح أسجل الأغنيات الإنجليزية برا والأغنيات ما كانت مصنوعة بمصر أصلاً فكان للأسف طررت إترك البلد لعدة سنوات بس الألبوم الآن مصري راقص فأكيد كله رح يكون الشغل هنا عندي الآن بعد شهر تصوير أغنيات كليبين في هوليوود لأغنيات مصرية أكيد تزعل لي وفدنا بقى الفراء وإن شاء الله هخلص التصوير وحارجع مصر ثاني ممكن ذيس فيلينج ذيس فيلينج كانت بالمرتبة الـ 75 عالمياً أغنيات هارميني ووصلت التوب تن في بريطانيا ممكن واحدة من الأغنيات دي أكيد تعاونت مع كتاب وملحنين موازعين مصريين كتير منهم أكيد الملحن الرائع إسلام عاطف اللي عندي معاه بالألبوم خمس أغنيات فالألبوم ليه ملحن شريف اسماعيل الكاتب محمد إبراهيم محمد أكيد أحمد حسن رؤول كاتب الرائع أحمد حسن رؤول كمان عندي معه أغنيتين بالألبوم فبتعامل معه والأكيد الموزع مودي حبيبي مودي وأكيد موزعين وكتاب وملحنين كتير والموزع اللبناني سليمان دوميان أسماء كتير كتير مش عاوز أنسى حد صراحة أولا طرق الشيخ لكل ما بيعرفه شخصيا الشخص رائع جميل فنان نجم بكل معنى الكلمة أنا بصراحة كنت من معجبين ومنه أنا صغير بس بس تعرفت عليه على سعيد شخصي وشفت الزوق وشفت الفن وشفت التواضع وشفت الجمال كله بطارق مبسوط كتير أنه عم بعمل معه غنيتين ورح تكون إن شاء الله أول غنية رح تنزل بالألبوم ورح نصور الكلب بعد شهر بمصر بس صراحة مع أسماء كتيرة بس مش عاوز أظلم حد علشان أسماء كتيرة كتيرة فعاوز أخلص تعاوناتي كلها لكي أعرف أذكر كل الفنانين الموجودين بالألبوم فقط لحدة اللحظة في أكتر من عشرين كتب وملحن هل أنت مع شرموفر؟ لا فقط أنا أعرف أحمد بهاء فإن شاء الله يمكن أن يصير فرصة التعامل مع بعضنا ونعمل شيء وبعد كام يوم سأكون بساوند كلاش أكيد لأشوف شرموفرز وأحمد إن شاء الله في البرفورمانس أكيد كل أغنيات الألبوم حتى تصور كل أغنيات كل أغنيات حد سكى فدنا بألف وراء تزعى الليه يلا يلا تصورت مع المخرجات شواري ببيروت والمخرجة كارين نحاس كل الأغنيات حتى تصور فيديو كليب أنا بالوقت بالأيامات دي لازم يكون فيه كليب إن شاء الله تحبوا الأغنيات كلها وإن شاء الله يكون الفكرة الموسيقية اللي عاوزين نوصلها بالألبوم اللي هي الكلاب السعادة الأب بيت إن شاء الله توصل بالطريقة اللي بناياها توصل وإن شاء الله يعجبهم العمل ترجمة نانسي قنقر